دوري المجموعتين مش حل كان مقترح يبدو منطقيا جدا الحقيقة مما انك الموسم اللي جاي عايز تخلصه بدري علشان يبقى عندك رفاهية انك تخلص الموسم بدري قبل الولمبياد فليه ما تعملش ده وتقسم الفرق على مجموعتين وتصعد الاثنين من تحت وما تلغي الهبوط فقال لك الاجابة انه لا جربنا قبل كده دوري المجموعتين وما عجبناش وإحنا عدينا المرحلة دي وكانت غير مفيدة للكرة المصرية فما ينفعش ان احنا نرجع لها مرة تانية ثانيا ان احنا بعد ما قللنا عدد الانديم نفعش ان نرجعها كتير مرة تانية ثالثا وده الاهم ان احنا لو عملنا دور المجموعات هيبقى بيبدأ الدوري ايما كان هيبدأ امتى اولكم خبر عن البداية وهيخلص بحد اقصى شهر اثنين لو عملنا دور مجموعتين يعني وبالتالي هنعمل ايه التلات شهورين المتبقية هنعد ازاي منتخباتنا هنعد ازاي منتخب كابتن حسين البدري منتخب الأول هنالك زي منتخب الكابتن شاوئي غريب اللي رايح أولمبياد بعدها بأشهر هنالك 3 شهور من غير كورة فلا ده رأي اتحاد الكورة القائم حاليا واللي قد يصدر إذا ألغيت مسابقة الدوري أن مصر الممتاز كل حاجة بقولها إذا ألغيت المسابقة ده اللي بيفكروا فيه آخر حاجة الدوري لو اتلغى وخرج قرار بصعوبة إتمام المسابقة فالمسابقة التالية هتكون في شهر 9 لبداية دوري جديد دوري مجموعة واحدة اللي هو العادي بدون هابطين يعني نفس الفرق اللي بدأت الموسم اللي فات هي لتدى الموسم ده وكأن موسم 2019-2020 لم يكن دي القرارات الأغلب والأقرب في مجلس إدارة اتحاد الكورة المصري أو اللجنة الخماسية اللي بتدير اتحاد الكورة المصري حاليا